السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي ومتابعيني في كل مكان أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم مادة المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي هشرح معكم الدرس الأول والتاني بطريقة سهلة جدا وبسيطة قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تدعم الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل اللي علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هننزلها إن شاء الله الدرس الأول بعنوان السلامة والإسعافات الأولية للحروق والصدمات القهربائية الدرس بيتكلم طبعا على الحروق وأنواع الحروق وخلونا في البداية نعرف يعني إيه كلمة الحروق الحروق دي نوع من أنواع الإصابات اللي بتنتج عن التعرض للحرارة أو المواد الكيميائية أو الطيار الكهربائي تاني تعريف الحروق هي نوع من الإصابات بتنتج عن التعرض للحرارة أو المواد الكيميائية أو الطيار الكهربائي يعني لقدر الله دي إصابة ممكن تتعرض لها لو أنت تعرضت لحرارة عالية أو تعرضت المواد الكيميائية أو طيار الكهربائي تبعا عندي أنواع الحروق قالك أيوة في عندك ثلاث أنواع للحروق حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة التانية وحروق الدرجة التالتة حروق الدرجة الأولى دي تأبسط الأنواع وبتتأثر على الطبقة الخارجية من الجلد اللي هي البشرة وبيقول لي إنها ممكن تحمر وتقلم المصاب دي تسمعها حروق الدرجة الأولى بأبسط الأنواع وبتؤثر على الطبقة الخارجية للجلد والطبقة الخارجية دي بتحمر وبتقلم المصاب طيب الدرجة التانية دي ما لها قلت دي بتؤثر على الطبقة الخارجية والطبقة التانية من الجلد اللي هي اسمها الأدمة وكمان بتكون أقصر إيلاماً للمصاب وغالباً ما بيصاحبها ظهور طبعاً التقرحات أو خطر الإصابة بالعدوى الطبقة الدرجة التانية دي بيكون أقصر إيلاماً للمصاب خلي بالكم بتؤثر على الطبقة الخارجية والطبقة التانية من الجلد الطبقة التانية من الجلد دي اسمها الأدمة تاني الدرجة التانية دي بتؤثر على الطبقة الخارجية والطبقة التانية من الجلد وكمان بتكون أقصر إيلاماً للمصاب وغالبا ما بيصاحبها ظهور التقرحات وخطر الإصابة بالعدوى طيب الطبقة الثالثة دي ما لها قال لي لا الدرجة الثالثة دي دي أشد أنواع خطورة من الحروق عشان بتدمر جميع طبقات الجلد وبتتطلب العلاق في المستشفى دي اسمها حروق الدرجة الثالثة يجيلك في الاختياري أشد الأنواع خطورة في الحروق تبقى أنت تعرفين إياه الدرجة الثالثة بتدمر جميع طبقات الجلد وتتطلب العلاق في المستشفى يبقى دي حروق الدرجة التالتة تعالوا بينا نكمل بقية الدرس وبيتكلم لي على الإجراءات والإسعافات الأولية في حالات الحروق إيه الإجراءات والإسعافات اللي أنا ممكن أعملها في حالات الحروق سواء كان الحرق ده من الدرجة الأولى أو حرق من الدرجة التانية أو حرق من الدرجة التالتة أعمل إيه قالك والله لو الحروق اللي أنت الشخص ده معرض لحروق من الدرجة الأولى المفروض إنه هو يحط كريم أو مرهم على الحروق على الجزء المصاب كمان لازم يشيل اي اكسسوارات من منطقة الحروق زي الخاتم او السع كمان يغطي منطقة الحروق برفق ويلفها بشاش مخصص للحروق كمان ممكن يستشير الطبيب اذا استدعل الام وكمان بيقولك ما تلمشش منطقة الحرق واستخدم العلاجات المنزلية بيقولك ما تستخدمش الجملة دي مهمة جدا عشان الصقح والغلط لا تستخدم العلاجات المنزلية مثل معجون الاسنان وكمان بيقولك عند الاصابة بحروق ناتجة عن اشعة الشمس لابد ان انت تاخد حمام بارد للمساعدة لابد من اخذ حمام بارد للمساعدة دي اسمها الاسعافات الاولية لو لقدر الله المصاب عندي مصاب بحروق من الدرجة الاولى بيقولك حط كريم او مرهم للحروق على الجزء المصاب زيل او شيل كل الاكسسوارات من منطقة الحرق زي الخاتم او الساعة كمان قوم بتخطيط الحرق ده برفق ولفه بشاش مخصص للحرق كمان تقدر تستشير الطبيب لو الموضوع مستدعي كمان بيقولك ما تلمش منطقة الحرق وما تستخدمش العلاجات المنزلية زي معجون الاسنان وعند الاصابة بالحروق الناتجة عن اشعة الشمس لازم تستخدم حمام بارد للمساعدة طيب لقدر الله المصاب المحروق عندي ده محروق حرق من الدرجة التانية ايه هي الاسعافات الاولية او الاجراءات اللي المفروض هو يعملها لو هو عنده حرق من الدرجة التانية الحرق الدرجة التانية الكبيرة او الدرجة التالتة بيقولك اول حاجة لازم الاتصال بسيارة الاسعاف اللي هي رقمها 123 يجب الاتصال بالاسعاف رقمها 123 وركزه في الرقم بتاع سيارة الاسعاف 123 الاجراءات والاسعافات الاولية في حالة الحروق والصدمات الكهربائية قالك اول حاجة لو انت المفروض تعمل ايه لو لا قدر الله لازم فيه عندك اسعافات اولية لو فيه حالة حروق او صدمات كهربائية قالك لازم اول حاجة تقوم باقاف الطيار الكهربائي المستخدم مستخدما مادة غير موصلة للقهرباء مثل العصى الخشبية قالك اول حاجة لازم توقف الطيار الكهربائي باستخدام مادة غير موصلة للقهرباء زي عصايا من الخشب كمان بيقولك لا يجب لمس مصدر الطيار الكهربائي مباشرة ما ينفعش ان انت تلمس مصدر الطيار الكهربائي كمان وبيقولك كمان لا يجب لمس شخص ما زال على اتصال مباشر بالطيار الكهربائي ماينفعش الشخص المتقهرب ده واللي حصله للصدمة القهربائية ماينفعش ان احنا نروح نلمسه لانه مازال على اتصال مباشر بالطيار القهرباء لا يجب لمس شخصي مازال على اتصال مباشر بطيار القهرباء كمان بيقولك لا تحرك شخصا مصابا باصابة ناجمة عن القهرباء ما تحركوش يجب استحاب مصابي الحروق القهربائية للمستشفى لانها قد تسبب اضرارا داخلية خلي بالكم من دية في الاختياري بيقولك ما تحركش شخص مصاب باصابة ناجمة عن القهرباء لازم عربية الاسعافية لتتعامل معاه وكمان يجب استحاب مصابي الحروق القهربائية للمستشفى لانها قد تسبب اضرارا داخلية دهجلكو في الاختياري في الامتحان كمان بيقولي اتصل على رقم 123 في حالة فقد المصاب لوعيه او اصابته بدوار او تشوش او حروق شديدة او صعوبة في التنفس لازم تتصل بعربية الاسعاف في اي حالة من الحالة دي يكون المصاب فقد الوعي او يكون حاسد بدوار او يكون عنده تشوش او يكون عنده حروق شديدة او عنده صعوبة في التنفس كمان بيقولك كن باجراء انعاش قلبي رأوي للمصاب وذلك خلي بالكم من دي عشان الاختياري بيقولك اهو كن بانعاش قلبي رأوي للمصاب وان انت تحط ايدك بوضع اليد على منتصف صدر المصاب تحط ايدك على منتصف صدر المصاب والضغط عليها بقوة متوسطة علشان تساعده على التنفس لحين وصول سيارة الاسعاف الاخر جملة في الدرس دي مهمة جدا كن باجراء انعاش قلبي رأوي للمصاب وذلك بوضع اليد على منتصف صدر المصاب والضغط عليها بقوة متوسطة لمساعدته على التنفس لحين وصول سيارة الاسعاف ده كان الدرس الاول وتعالوا بنا نروح على الدرس التاني الدرس التاني بيتكلم على اجراءات واحتياطات السلامة في اعمال السباكة كلام سهل وبسيط بيقولكم اول حاجة السلامة في العمل وبيقولي بتتعدد احتياطات السلامة المهنية اللي المفروض يتباحها السباكون اسناء العمل والاحتياطات دي بتساهم في حماية السباكون من الاصابات والامراض تب ايه هي مخاطر اعمال السباكة والاحتياطات اللي المفروض ياخدوا بالهم منها وتبقى فيها وقاية لهم قالك أول حاجة المخاطر اللي بيتعرضوا لها في البداية استنشاق الأبخرة والمواد الكيميائية والرصاص الموجودة في مياه الصرف الصحي أو الغبار الناتجة عن الحفر كمان التعرض للأنابيب الساخنة والمياه الساخنة دي المخاطر اللي هم بيتعرضوا لها إنه ممكن يشم الأبخرة أو المواد الكيميائية والرصاص اللي بيكون موجودة في مياه الصرف الصحي أو الغبار الناتجة عن الحفر أو ممكن كمان يتعرض للأنابيب الساخنة والمياه الساخنة طب احتياطات السلامة إيه؟ قالك لازم ترتدي الأقنعة ارتداء الأقنعة وقفازات السباكة والنظارات الواقية وكمان العمل على توفير التهوية المناسبة ارتداء الأقنعة وقفازات السباكة وكمان النظارات الواقية والعمل على توفير التهوية المناسبة وخلي بالكم من دول في الاختيار ارتداء ايه؟ كوسيلة أو للوقاية من الأعمال الخطرة للسباكة ارتداء الأقنعة وقفازات السباكة والنظارات الواقية والعمل على توفير التهوية المناسبة كمان رقم اثنين الانزلاق والتعصر بيقولي ده هيؤدي للإصابة بيقولي مما يؤدي للإصابة بالأدوات والقطع المتناسرة بيقولك ان انت خلي بالك من دي خطر ممكن يواجه السباك انه هو يتزحلق او يتعصر في اي حاجة من اللي بيكون موجودة على الأرض قالك ده هيؤدي للإصابة بالأدوات والقطع المتناسرة طب احتياطات السلامة قالك لازم يرتب أماكن العمل علشان يقلل من مخاطر التعصر ان هو مثلا ايه يتكعبل في اي حاجة من اللي بيكون مرميه على الأرض يتفادل حاجة دي ازاي ان هو يرتب أماكن العمل علشان يقلل من مخاطر التعصر وارتداء أحزية السلامة المانعة للانزلاق اسمها ارتداء أحزية السلامة المانعة للانزلاق كمان بيقول للإصابة التالتة اللي ممكن يتعرض لها سباك إصابة العينين بالسوائل المتناصرة والحطام المتساقطة خلي بالكم بيقول لي ان ممكن السباك يجيله أصابة في عينه بالسوائل المتناصرة أو الحطام المتساقط طب احتياطات السلامة قالك لازم ارتداء نظرات السلامة لتفادي إصابة العينين ارتداء نظرات السلامة لتفادي إصابة العينين الخطر الرابع إن هو يتعرض الصدمات الكهربائية احتياطات السلامة إيه؟ قالك لأ لازم تكون حريص على عدم تبلل الأسلاك والشرائط الكهربائية أي سلك معاه لازم يكون حريص إنه ما يصلوش أي مية أو الشرائط الكهربائية الخطر الخامس قالك التعرض للحرق أو حدوث الحرائق نتيجة استخدام حاجة اسمها مشعل البربوان للحام الأنابيب قالك لازم تتخلي بالك وإنت السباك ده ممكن يتعرض للحرق أو يحصل لقدر الله الحرائق الحرائق دي نتيجة استخدام حاجة السباك بيستخدمها اسمها مشعل البربوان مشعل البربوان ده بيستخدمه للحام الأنابيب قالك طب احتياطات السلامة إيه؟ قالك لا لازم ابقاء لهب المشعل البربوان ده على مسافة بعيدة عن الشخص وعن المواد القابلة للإشتعال كمان اتعرض للسقوط من الأماكن المرتفعة ممكن لقدر الله يكون بيشتغل في مكان عالي وياتسبك يؤع طب احتياطات السلامة إيه؟ قالك لا لازم تستخدم السلالم أو السقالات المناسبة ويجب ارتداء الخوزات الواقية الصلبة في المواقع الصناعية خلي بالكم من استخدام السلالم أو السقالات المناسبة أثناء العمل في أماكن مرتفعة ويجب ارتداء الخوزات الواقية الخوزة الواقية اللي هي بتكون خوزة صلبة في المواقع الصناعية خلي بالكم من ده عشان الاختياري في المواقع الصناعية كل الكلام اللي تلاقوني شدالكم خطوط تحته اعرفوا ان ده كلام مهم تعالوا تعالوا وبعد كده نشوف الدرس التالي كمان بالمرة والدرس التالي بيكلم على المربة درس سهل جدا بيقول لكم المربة هي عبارة عن ايه؟ بيقول لكم المربة دي خليط مكون من صمار الفكهة أو بعض الخضروات وبيكون مضاف ليه السكر وحامض الستريك حامض الستريك ده اللي هو أصلا ملح اللمون وبيكون مطهية على درجة حرارة 105 درجة مئوية تاني المربة عبارة عن ايه؟ خليط من الصمار الفكهة أو بعض الخضروات وبيكون مضاف لها السكر وحامض الستريك ده اللي هو ملح اللمون وبيتتعامل على درجة حرارة 105 درجة مئوية لحد ما يتماست القوام بتاعها كمان بيقول لي ان بتحتوي المربة على نفس العناصر الغذائية اللي موجودة في الفكهة اللي مصنوعة منها يعني لو انا عاملة مربة تين اكيد هيكون موجود في المربة العناصر الغذائية اللي موجودة في التين لو انا عاملة مربة مثلا جوافة أو مربة فراولة اكيد هيكون موجود في المربة دي العناصر الغذائية الموجودة في الفراولة كمان بتعتبر مصدر جيد للبيتامينات والاملاح المعدنية خلي بالكم عشان اسئلة الاختياري المربة مصدر جيد للبيتامينات والاملاح المعدنية طب ايه هي الخطوات الاساسية لصناعة المربة قال لي انت تحتاج شوية ادوات وتحتاج شوية مكونات الادوات اللي انت تحتاجها ان انت يكون عندك سكينة وعندك ل mieć تقطيع وعندك برطمونات زجاجية علشان تقطيها وتعليبها فيها وعندك معلقة للتقليب وعندك كمان إناء كبير لطهي المربى وعندك ميزان رقمي وعندك أداية لرافع البرطمونات طيب المكونات أهم حاجة عندي إن أنت يكون عندك فاكهة طازة وعندك سكر فاكهة طازة زي التين مثلا أو زي الفراولة وعندك البكتين لتماسق قوام المربى وده حاجة بيقولك إنه هو اختيار وعندك حمض الستريك عشان تحفظ المربى اللي هو المادة الحافظة أصلا وبيقولك أنت بتحط خمسة جرام لكل كيلو جرام من السكر المضاف للمربى يعني أنت بتاخد خمسة جرام بس من حمض الستريك ده لكل كيلو من السكر المضاف للمربى طيب تحضير المكونات طبعا قالك هتخسل فاكهة كويس جدا وتبدأ تقطعها وتعمل على إزالة الأجزاء الغير صالحة للأكل أو المتعفنة كمان هتبدأ تحدد كمية السكر اللي أنت هتحتاجها بمقدار كيلو جرام لكل كيلو جرام من الفكهة كمان بيقولي أنت تقدر تضيف البكتين والبكتين ده مادة طبيعية مستخلصة من الفكهة تساعد على تماسق المربى خلي بالكم من جملة دي أن البكتين ده مادة طبيعية مستخلصة من الفكهة تساعد على تماسق المربى البكتين مادة طبيعية مستخلصة من الفكهة تساعد على تقوام على تماسق المربى كمان بيقولي إيه فيها؟ بيقولي أن بتحتوي بعض الفكهة زي التفاح على نسبة بكتين أعلى من غيرها التفاح بالذات فيه نسبة عالية جدا من البكتين بيقولي أهو تجيلكو في الاختياري السؤال ده لازم يجيلكو في الامتحان بتحتوي بعض الفكهة مثل التفاح على نسبة بكتين أعلى من غيرها يعني التفاح فيه نسبة عالية جدا من البكتين عن أي فكهة تانية بتحتوي بعض الفكهة مثل التفاح على نسبة بكتين أعلى من غيرها طيب خلط المكونات وطهيها بقى قال لي طبعا هنحط الفاكهة ونحط السكر في إناء ونبدأ نقلبه الخليط ده على النار هادية جدا وهنبدأ نضيف السكر ونضيف حمض الستريك إلى القليل من الماء الدافي وبيقلب ويقلب الخليط مرة أخرى لحد ما يصبح المربى جاهز وبيكلمني على مرحلة التعليب وبيقولي أن بتعبق المربى وهي مساحتها بيقولي وهي ساخنة في البرتمانات وبتترك لحد ما تبرد وبعد كده بتغلق بإحكام يبقى تعبق المربى وهي ساخنة في البرتمانات وتترك حتى تبرد ثم تغلق بإحكام وبيكلمني على تحضير البرتمانات والأخطية دي آخر حاجة بيقولي طبعا لازم بيحصل تعملية تعقيم للبرتمانات جيدا في إناء ويغمرها بالماء ونسيب البرتمانات دي تغلي لمدة عشر دقايق بعد كده ببدأ أستخدم أداة لرفع البرتمانات وخرجها من الإناء اللي فيه الماء السخنة دا باستخدام أداة مخصصة ثم بتعقيم الأخطية بتاعتها علشان أحطي فيها المربى وتبقى الأخطية مضيفة والبرتمانات معقمة دولت شرح الأول ثلاث دروس في المادة إن شاء الله بإذن الله قريب أكمل لكم شرح الدروس يا ربكم بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي لكم حبايبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم مصمر وزهراء اشتركوا في القناة